بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهلنا بالدائرة الانتخابية للقيروان الجنوبية تحية وطنية لكم جميعا أنا مرشحكم الطيب الطالبي أستاذ أول فوق الرتبة اختصاص تاريخه ورئيس بلدية حاليا ترشحت لأول مرة لنيل ثقتكم كنائف مجلس نواب الشعب بيدفع حبي لهذا الوطن العزيز والقيروان الحبيبة تحديدا القيروان ربيعة الثلاثة عاصمة الإسلام في المغرب الإسلامي التي تضحرجت لتحتل المراتب الأخيرة في التنمية ومستوى العيش وتحتل المراتب الأولى في نسبة الأمية والبطالة والفقر والانتحار والجريمة القيروان التي تعاني من تكدس الأوسيخ والانتصاب الفوضى وغياب المرافق الأساسية وفضيات ثقافية وترفيهية تليق بمكانتها التاريخية نحن أحفاد عقبة بن نفع طارق بن زياد إبراهيم بن الأغلب أسد بن الفورات القائد جوهر الإمام سحنون وأروى القيروانية سنعمل على جعل القيروان مدينة يستطاب فيها العيش ووجهة سياحية دينية وثقافية من خلال حث الدولة على تشهيد بنية تحتية متطورة كسوق مركزي للخضر والغلال بالقيروان الجنوبية وفضاء لبيع الملابس المستعمل الأوروبا فيك ومستوضع للسيارات والتسريع بين جيز المستشفى الجامع الملك سلمان بن عبد العزيز ومدينة الأغلبة الصحية وحث الدولة على إحديث منشآت ثقافية وشبابية رياضية وطرفهية إضافة إلى تحديث البنية التحتية في التعليم والصحة والطرقات والسكاك الحديدية فضاءات تليقوا بالقيروان وأهليها الشرفاء إلى أهلين بريع في القيروان التربة التي نشأت وترعرعت فيها القيروان تحتل المراتب الأولى في إنتاج الحبوب والزيتون والخضر والغلال وتربية الماشية وتؤمن وقرابة ثلثة الأمن الغذائي التونسي لكن الفلاح القيرواني يعاني من نقص في التزود بالبذور والأسمدة وتحجير كهربة الأبار وغلاء أسعار المواد الفلاحية والعلافية وغيابها في أكثر الأحيان وكثرة سرقات المواشي وغياب الدعم للفلاحين نتيجة لكل هذه الأوضاع المتردية سنعمل على دعم الفلاح من خلال سنة تشريعات تضمن ديمومة الفلاح والفلاحين لتحقيق أمننا الغذائي من خلال تبسيط إجراءات القروض الموسمية الفلاحية وتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وماما ندرة المياه سنعمل على التسريع بجلب فأض مياه الشمال إلى الوسط وأحداث بحيرات مائية بواد زرود لتغذية المائدة المائية كما سأعمل على تسن تشريعات سارمة للحد من السرقات والبركاجيات كما سأعمل على خلق مواطن شغل للشباب عبر آلية تحرير العمل ودعم المبادرة الخاصة مرشحكم الطيب الطالبي ابنكم البار الحامل لرقم واحد في الدورة الانتخابية الثانية نحثكم على الإقبيل بكثافة للانتخاب في 29 جنفة 2023 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة